بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين اعتبروا يا أولي الأرصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاد ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخصي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوشفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من للقربة فلله وللرسول ولذي القربة ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين العلياء منكم وما آتاكم الرسول فكذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاد لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرسعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين سبوأوا الدار وليمان من قبلهم من قبلهم يحبون منها جرائلهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم مفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا أغلا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أغلطر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لا أخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد نبذا وإن قوتتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروه ليولن لدفار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنه قوموا لايقهون لا يقاتلونك جميعا إلا في قرى محصلة نوم وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنه قولا يقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب لليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان خر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وسنظر نفس ما قد دامت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تمنون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أصحاب الجنة من خشية الله السلام المؤمن المهيون العزيز الشباور المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له نسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر